موسيقى النشرة الإخبارية من التلفزيون الأردني حياكم الله إلى التفاصيل قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن دولة الاحتلال الإسرائيلي وداعميها عليهم أن يعلموا بأن الدمى الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني وضف الفايز أن شعب الفلسطيني سيبقى يناضل من أجل حريته واستقلاله وحقوقه المشروعة مهما دفع من دم طاهر يسانده أحرار العالم ممن يؤمنون بالقيم الإنسانية النبيلة وليس حسب الأهواء والمصالح وسياسة الكيل بمكيالين جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز خلال افتتاح المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون من أجل القدس الذي ينعقد تحت عنوان الحرية والاستقلال لفلسطين والذي بدأت عمله اليوم في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويشارك في المؤتمر المئات من رؤساء البرلمانات ومجالس الأعيان والشورى والروابط والجمعيات البرلمانية وبرلمانيين والسياسيين من مختلف دول العالم أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعيطة أن القانون الحالي للانتخابات مختلف تماما عن السابق ويعتبر متطورا فيما يتعلق بالصوت الثاني حيث الناخب سيقوم بالتصويت في صندوقين للدائرة المحلية وأخرى للعامة الحزبية وأضف المعيطة خلال استضافته على التلفزيون الأردنية أن الهيئة بدأت منذ أكثر من عام في التحضير للانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن اللجانة موزعة ما بين 18 للدوائر المحلية و1 للدائرة العامة اللجانة الرئيسية لدينا 19 لجنة للإشراف على الانتخابات 18 لجنة في الدوائر المحلية 18 دائرة ولجنة رئيسية لا الدائرة العامة طبيعا هي بدأت تدريب واختيار تم مقابل مجلس المفوضين بعد التدريب قابل عدد كبير من المرشحين وتم اختيار بعد ذلك هذه اللجان وتم قرارها وإن شاء الله أسبوعي القادم سوف نعلن عن أسماءها لأنه لازم يجي أدوا القسم أمام مجلس المفوضين أيضا سجل الناخبين المحدث إحنا أخرجنا عن الهيئة في صدر من بداية هذا العام هذا السجل اللي هو لحد 31-12-2023 يعني اللي كامل وأعلننا عنه وهناك إمكانية خدمة أنه المواطن يستطيع وهذه مرة ثانية بأكد أن المواطن من برنامجكو يستطيع أن يتأكد من دائرة الانتخابية عم بالدخول إلى موقع الهيئة اللي هي www.iec.jo هذا مهم جدا لأنه يستطيع أن يتأكد من أجل إذا كان فيه خطأ أنه يراجع من أجل نقل مكان إقامته قانون الحالي هو مختلف نهائيا وفيه تطور كبير بما يتعلق في الصوت الثاني أولا يعني المواطن رح يدخل وينتخب في صندوقين في صندوق ورقة للقائمة الدائرة المحلية والساء وهي تعود عليها لأنه كان ينتخب زيها يعني زي ما انتخبنا في 2020 و2016 بيختار القائمة وبيعشر على الأشخاص الموجودين إذا رغب فيها القائمة وفيه القائمة الدائرة العامة اللي هي القائمة الحزبية هو فقط يختار القائمة اسم القائمة بدون أشخاص ما رح يكون فيه أشقف فهو مع ورقتين بيستطيع أن يدخل بيستلم ورقتين وينتخب في صندوقين وهذا يعني يعطيه خيار أكثر في السياق ذاته أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب العشرين والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل وقالت الهيئة المستقلة إن اعتماد المراقبين المحليين جاء وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى قانون الهيئة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت الخامس والعشرين من الشهر المقبل ودعت كافة المؤسسات المحلية والتحالفات الرغبة في المشاركة في عملية مراقبة لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع الإلكتروني قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء دكتور خليل العبدالله إن الأردن استكمل إجراءات استعراض حالة حقوق الإنسان تمهيداً للاعتماد في مجلس حقوق الإنسان أمام جميع دول العالم التي أشادت بالجهود الحكومية وشركة الحقيقية بين مكونات الدولة وأشار العبدالله إلى أهمية هذه الآلية الدولية لحماية حقوق الإنسان وإلى مراجعة جميع الأدوات القائمة والعمل على تطويرها للمضي نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن مبيناً أن نحو مئة دولة قدمت توصيات للأردن بلغت حوالي 279 توصية قبلت الدولة الأردنية منها 196 توصية وأحاطت علماً ب83 توصية مشيراً إلى أن هذه التوصيات لا تقل أهمية عن تلك التوصيات المقبولة أنهل الأردن مناقشة تقريره الرابع للاستعراض الدوري الشامل UBR أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف في هذا العام بحضور جميع دول العالم وتم توجيه 279 توصية من أكثر من 100 دولة في العالم إلى المملكة الأردنية تم قبول 196 توصية من هذه التوصيات وتم اللحاطة علماً ب83 توصية ولا تقل هذه التوصيات عن التوصيات التي تم قبولها وسوف يتم دراسة التوصيات الثلاثة ثمانين هذه التوصية ونعقد هذا اللقاء اليوم مع الإعلاميين والإعلاميات لإطلاعهم على هذه الأرقام وهذه النسبة ويكون هناك خطط وبرامج ما بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين والصحفيات يكون شركاء في إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل حسب قرار مجلس حقوق الإنسان خمسة واحد أن جميع مكونات الدولة الأردنية مسؤول عن إنفاذ هذه التوصيات الحكومة والمؤسسات الوطنية والإعلاميين وأصحاب المصلحة انطلقت بعد صلاة الجمعة في العاصم أمان ومختلف محافظات المملكة مسيرات شاركت فيها فعاليات شعبية وشبابية تنديداً ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وطلب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأشادوا بمواقف الأردن قيادة وشعباً في نصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والدعم للقضية الفلسطينية مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشارفة وإلى آخر التطورات في قطاع غزة حيث واصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الجمعة قصفها العنيف على مختلف أنحاء القطاع مع دخول الحرب يومها الثالث بعد المائتين مصادر فلسطينية وطبية قالت إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا بينهم طفل وسيدة واصب آخرون في غارة على منزل في حي رمال غرب مدينة غزة وضفت المصادر ذاتها أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة شمال مخيمين صيرات والمغازي وبلدة الزوايد وسط القطاع تزامنا مع نسف قوات الاحتلال مباد سكنية في بلدة المغرقة في سياق متصل انتشلت طوقم الإسعاف والإنقاذ 392 جثمانا على الأقل من ثلاث مقابر جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و75 إصابة خلال 24 ساعة بأحدث أحصائية صادرة الجمعة في الضفة الغربية نفذت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات خلال اقتحامها عدة مدن وبلدات وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوة الاحتلال اعتقلت فجر الجمعة ثلاثة فلسطينيين في الخليل وجنين خلال حملة الاعتقالات المتواصلة في الضفة الغربية كما اقتحبت قوة الاحتلال مخيمة بلاطة في مدينة نابلس وبلدتي دورة وسموع جنوب الخليل شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وبحسب الاعلام اللبناني الرسمي فان اعترف بلدات شبعة وكفر شوبة وحلت تعرضت خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من مائة وخمسين قذيفة اسرائيلية سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الاسرائيلية أدت إلى تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفر شوبة وأضرار في أكثر من خمسة وثلاثين منزلا تواصلت في ثلاث وثلاثين جامعة أمريكية التظاهرات المنددة باستمرار المجازر الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وتمكن الطلباء من نصب المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصناع القرار في واشنطن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية في السياق ذاته استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية اختتمت أعمال المؤتمر السنوي العلمي الثامن الذي نظمته الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال بعنوان رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم تحديات الواقع وآفاق المستقبل ونقش مشاركون في المؤتمر من الأردن وفلسطين والكويت وعمان والمملكة العربية سعودية وقطر ستا وأربعين ورقة بحثية ودراسة تحليلية لرؤى وأفكار ساخنة في محاورة شملة السياسات التربوية والإدارة التربوية والتعلم والتعليم والمناهج والعلوم النفسية والتعليم العلي المؤتمر فيه مجموعة من الأبحاث ورتعينا أن نستكتب باحثين مهمين من دول عربية أخرى ومن داخل الأردن معالي الدكتور عزمي محافظة معالي الدكتور محيد دين توق وآخرين لنقدم توصيات مهمة في مجال تطوير الجامعات الأردنية وفي مجال تطوير التعليم العام المدرسي في الأردن وفي الدول العربية نظمت مديرية شباب محافظة عجلون والمراكز الشبابية في المحافظة احتفالا بتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية واليوبيل الفضية خمسة وعشرين عاما من العطاء والإنجاز ثمنت الأسرة الشبابية في محافظة عجلون خلال احتفالها باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية الإنجازات الكبيرة والمتعددة في القطاع الشبابي والرياضي حيث كان لمحافظة عجلون النصيب من إنجازات ومبادرات جلالته في القطاع الشبابي حيث تم إنجاز وبناء عدة مرافق شبابية ورياضية في المحافظة ارفع باسمي وباسم كافة القطاعات الشبابية والرياضية في محافظة عجلون تهنيا لجلالته وولي عهده الأمين مقرولة بالدعاء أن يحفظ الله الأردن وأن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين حمل الله الأردن وطنا عزيزا منيعا تحت ظل قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله حفظه بالله ورعاهم وكن واثقا سيدي أننا جنودا حالما أمرت وشبابا هبقوا كالصوائق إن أشرت فنحن من ترى رانا تحت ظلك على هذا السراء آمنين منعبين بخير هذا الوطن ويا سيدي ويا سيدي حنا على الدوم يمناك سيف على يد المعادة السلة حنا معك الهاشمي نتبع اخطاك أرواحنا تبدعك والأمور كلها وتضمن الاحتفال الذي رعاه مندوبا عن محافظ عجلون نائبه هاشم العبدالله بحضور النائب بلال المؤمن وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة عرض فيديو لمنجزات جلالة الملك عبدالله الثاني ونشيد نحن الشباب وقصائد وطنية وفقارات فنية وكلمات من شباب وشابات المراكز الشبابية في المحافظة محمد سالم لقضاه التلفزيون الأردني إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية أشكر لكم طيب المتابعة وأعود وإياكم إلى عمر ومحاور ستون بعد قليل إلى اللقاء